هل السوشيال ميديا أثرت في شخصيتك وازاي؟ ده سؤالنا اللي موجود على صفحيتنا على فيسبوك سألنا حضراتكم خلونا نستعرض مع بعض بعض من إجاباتكم ونبتدي بأستاذ محمود صلاح هيبة اللي بيقول صباح الخير والسعادة طبعا السوشيال ميديا أثرت في المجتمع كله إجاب وسلبي لكن استخدام معظم الناس ليه خطأ لأنه أضع على الخصوصية ولم يعد هناك حياة خاصة وكل شيء أصبح متاح للجميع كما أدى إلى القطيع بين أفراد الأسرة فكل واحد منهم يعيش مع النات طول اليوم فإحنا بنستخدمه استخدام خطأ أنا شايفة أننا بقينا ننزل لأخرج مع بعض فعلا حتى مش الأسرة حتى الصحاب بفروض نسديننا الجمع كل واحد ماسك موبايل وعاديهم في البيت كل واحد ماسك موبايل ده هو بيتكلم عن القطيع بين أفراد الأسرة ده الناس عندنا البعض بلوكات كمان عشان ما حادش شوف حاجة إيه ده هو يقول الدرجة دوع عامر بتقول صباح السكر بجد أثرت فيها بشكل كبير جدا عرفت إزاي أعيش حياة صحية وإزاي أواجه الظروف الحياة من خلال برامج التنمية البشرية والبرامج الصحية على السوشيال ميديا باخد منها كل ما هو مفيد فقط هو ده المطلوب أستاذ سيهام هيكل بتصبح عليك يا شازلي بتقولك وحشنا وجودك في البرنامج وبتقول فعلا أثرت فينا أو فيها في أستاذ سيهام أكتر بعد خروجها على المعاش كل يوم لازم أدخل أعرف أخبار الأهل وأصبح عندي وقت أرد على الأصدقاء وبحس أن أنا مش معزولة عن الناس وبسمع البرامج الدينية طب حلو أستاذ سيهام شايفة أن تأثيرها إيجابي طبعا لها فوائد كتيرة بس هم نتكلم بشكل عام عن فوائد السوشيال ميديا عشان بس ما ناخدش الموضوع لجزئية تانية بنتكلم عن تأثيرها في الشخصية في شخصية كل واحد بيدخل على السوشيال ميديا عبد السلام علي بيقول الميديا خربت بيوت ناس كتيرة وشويت سمعة ناس وعنسة بنات وشباب كتيرة وجابت الدنيا الوراء الله يرحم أيام زمان ياريت البنات والشباب تنشر كل ما هو مفيد وجهة خصوصا على التيك توك وما يشغلوش بالهم بالحاجات التفهى وصباحكو زي الفل من كفر الشيخ صباح الفل عليك يا صدر صباح الخير عليك عمر سانشو بيقول أكيد لأ صعب أي شيء يغير في شخصية الإنسان غير لما يكون متأثر قوي غير كده أكيد لأ ممكن تأثر بإجاب مش أكتر عمر كمان شكله صغير في السن فبسوطا أنه بيتفاعل معنا يعني حلو أن انت شايف أن هي مش متأثر وأن انت شخصيتك قوية كفية أن ما تتأثرش بيقى السوشيال ميديا لكن ممكن العقل الباطن من كتر ما بيشوف حاجات قدامه حلوة قوي بزيادة وحياتنا إحنا الوقعية مش كده إحنا مش في الجنة إحنا في الدنيا فمن هنا بتبدأ المقارنات من غير مناصر صحيح بتتأثر بس أنت مش عارف أنك متأس ميدو عيسى بيقول صباح الخير أنا عن نفسي لا بس حب استطلاع بس في سلبيات وإيجابيات زي برنامج الطبخ والبنات اللي بتتعلمنا علي أهروم بيقول صباح الخير عليك يا أستاذ شازلي وانت يا دكتورة بسانت أنا شلاب صبيض يعني سوشيال ميديا بتعرف أخبار علاقات شغل تواصل وقليل من العزلة عن الواقع الحقيقي صباح الفل يا مصر كفية أننا تعرفنا عليكم وعملت متابعة لحضرتك يا أستاذ شازلي شكرا يا أستاذ عليك يوسف أحمد بيقول صباح الخير أثرت طبعا بشكل سلبي بشكل إيجابي ده غير أني مش بعرف أشيل التليفون من الأولاد ودي أكتر حاجة سلبية وصعب السيطرة عليها وطبعا مسيطر جدا على وقل الأطفال ومشكلة كبيرة الإيجابة أي معلومة وأو أحب أجيبها بدخل على طول بس لو تسألوني الحياة كانت أحسن بكتير من غير إنترنت لا هي ما كانتش أحسن بكتير من غير إنترنت لا هو الإنترنت طبعا مفيد لكن قولي أحسن بكتير من إدماننا إحنا للسوشيال ميدي يعني مشكلتنا إحنا في التعامل مع السوشيال ميدي مش في السوشيال ميدي نفسها أستاذ يوسف أحمد بيقول صباح الخير أثرت فيها سلبي وإيجابي ده غير أني مش بعرف أشيل التليفون من أولادي ودي أكتر حاجة سلبية وصعب جدا مسيطرة على عقول الأطفال ومشكلة كبيرة والإيجابي أي معلومة بحب أجيبها بجيبها على طول بس لو تسألوني الحياة كانت أحسن من غير إنترنت وده نفس الكومنت يعني تمام تمام أنا شايف أن السلوكيات نفسها اتغيرت وأن أغلب الموجودين على السوشيال ميدي في حالة انطوائية ده أحمد عصام الدين أستاذ يحيى أبو العيلة بيقول صباح الخير من اسكندرية بلد الجمال والتاريخ صباح الفل عليكم على كل اسكندرين اسكندرينية وكمان بصبح على الإعلاميين صبح عليك يا أستاذ يحيى سوشيال ميدي يعني بسعيدني أعرف أهم الأخبار وأتابع صحابي السوشيال ميدي بقى بالنسبة لي إدمان وصباح الخير صباح الخير يا مصري طب ده تأثير أنت شايفه إدمان يعني هو الإدمان عمثلا حاجة سلبية لكن أنت في وجهة نظرك أنت دي حاجة إيجابية كتب لنا أكتر وقل لنا يمكن غيرت أي تاني في شخصيتك شاد يا كمال بتقول نعم أثرت على شخصيتي واضحة جدا بقى الأستاذ شادية بتقول ما كانش عندي أصدقاء بيسألوا عني أحكي لهم عن مشكلاتي نتبادل الأفكار والخبرات في مجال العمل نتعرف أيضا على شخصيات من دول أخرى عرفت عددهم وتقالدهم ده شيء جميل الأهم فعلا أنهم يطلعوا أصدقاء حقيقيين حقيقي أستاذ علي أبوزيد بيقول بالتأكيد غيرت كثير السوشيال ميديا منها علاقات وتعارف وتقارب وتعليم وترجمة ورياضة وطب وتفسير القرآن واختراعات وصناعة وطبعا التواصل مع الصباح الخير والصباح الخير علينا لكننا نريد أن نعرف ليس فوائد السوشيال ميديا نريد أن أثرت ماذا في شخصيتك حلو أن ترى هذه الإجابية في السوشيال ميديا وأن تأخذ معلومات عن كل العلوم هل هذا أثر في شخصيتك؟ هل هذا علمك أنت حاجة مختلفة بقيت عندك معرفة ودراية أكبر احكي لنا طيب عبد الحكيم فهيم الحيز بيقول صباح الخير عليك السوشيال ميديا مش بتغير الشخصية نهائيا لأن شخصية الإنسان في العالم الافتراضي ليس لها علاقة نهائيا بالعالم الواقعي ربما لك ألف بكل أنحاء العالم وبالحقيقة ليس لك ولا صديق وهذا الأمر حقيقة مؤكدة الآن جميع يعني فيما معناها بحسب ما أنا فاهم يعني أن الشخصية في الواقع حاجة وعلى السوشيال ميديا حاجة تانية فما بتتأثرش هي بتأثر لأن حضاء الكاتب في النهاية هي قضت على التواصل الاجتماع الحقيقي فده معناها أنها أثرت على الشخص وخليته انطوائي ده تأثير كبير جدا طبعا على الشخصية أستاذ مكري مكاريوس تانيوس أنا أتمنى أن أنا بيكون قلت إسم حضرتك صح أثرت بنتيجة إيجابية وصلبية إيجابية أنها قربة المسافات ما بين دول العالم والناس بشكل عام يعني أنا عايش برا مصر ومع كده أعرف كل حاجة عن بلدي زي الأفراح والأحزان وجميع المناسبات وكأنني لسه عايش في مصر سلبية عن طريق الكلام السلبي اللي بيجي من خلال الناس أو تلقيح الكلام والتنمر عن طريق البوستات أو الكومنتس اللي بيؤدي لأذى بشكل كبير لمشاعر الآخرين وقد يصيب بالاكتئاب والحزن يعني يمكن أستاذ خلينا نقولت عن يوس عشان ده الحتة اللي أنا عارفة أقولها على طول بيتكلم في حتة يمكن أثرت في شخصيته بشكل إيجاب أنه لسه عارف يتواصل مع أهله وصحابه الموجودين في مصر برغم من عدم وجوده ويمكن ده كمان حاجة مهمة جدا أننا ما حسش بالعزلة طبعا مهم دي لكن كمان هو أشار لنقطة برضو مهمة تانية مسألة الاكتئاب والحزن ده الناس اللي بتنزل صورة دلوقتي وما بتلاقيش عليها التفاعل حقيقي لهم ما مستنينه وزي ما قلنا في البداية إن دي تبقى قلة ثقة في النفس بيجيلوا بقى حالة كده بيدخل في حالة من حالات الاكتئاب يعني بتؤثر بشكل كبير محمد أصام التهمي يقول كله نفاق في نفاق وسبب في مشاكل ناس كتيرة جدا للأسف إحنا مش بنعرف نستخدم حاجة صح أنا هتفق معاك إن احنا مش بنعرف نستخدم حاجة صح لكن هختلف معاك في مسألة إن كله نفاق في نفاق آه في ناس بتظهر هذا الجانب وبتخفي جوانب أخرى في ناس بتدعي الكمال الكمال اللي هو وحده في ناس بتحاول تتجمل قدر الإمكان وتظهر بأفضل شكل ممكن لكن هما في الحقيقة مش كده المشكلة مش فيهم بقى كمان المشكلة في الناس اللي بتتأثر بيهم مهما دكاتر النفسين يتكلموا مهما المختصين يتكلموا ويوعوا الناس ويقولهم إنه ما ينفعش نتأثر بشخصيات السوشيال ميديا إلا إنه مازالت زي ما كانت بسانت حتى بتتكلم في البداية مازالت في ناس بتتأثر بشخصيات السوشيال ميديا بتبقى هي المعيار اللي بيحاولوا يوصلوا له لكن في النهاية ده مش الشخص الحقيقي ومش معنى كده إنه هو مزيف لا بس ده مش الشخص الحقيقي ده يخفي جوانب تانية كتير يعني مثلا هقولك على حاجة إحنا مثلا يمكن يكون السوشيال ميديا بتاعتنا ببليك أو يعني مش برايفيت مش خاصة قوي ده عشان شغلنا كمزيف عشان شغلنا لكن أنا مش مش هنزل بوست و أنا عادة بعيط أو أنزل علينا أو أنا عندي حاجة مشكلة مش عارف حلاها مش مش شاركوا على فكرة مع إن في ناس تعم كده برضو وأنا مش بفهم بيعملوا كده ليه بس دايما بيقولك محدش هينشر مشاكل دايما ده ريتش اه مش كله احنا برضو كلامنا كله ما بنعممش لا أصلا بجد لي حد هيتطلع يقول لي مشكلته غل وعايز ريتش معرفش اه اكيد طبعا لما حط مشكلتي قدام ناس مش مختصين وتبقى على المشاع وكل من هب وداب بيتكلم فيها اكيد أنا مش مستني حل خليني أقول كومنت لأستاذ كحلاوي فتحي اللي بيقول من خلال متابعة الأخبار وكمان كل حاجة جديدة في مهنة التدريس وطرق التدريس المختلفة وطريقة إعداد الأسئلة من خلال التواصل مع الكثير من الأصدقاء كمان اكتسبنا خبرات في الحياة من خلال القصص الواقعية اللي بنشوفها على موقع السوشيال نيزيا تعالى بينا بنشوف فيديوهات كده للمدرسين وهم بيعلموا الأطفال بطريقة لطيفة كمان بره بالزيت الرياضيات في الصين وبلد كده أسيا شارع أسيا عمتا بيشاركوا بيها ازاي تعمل جداول الضرب والطرح والحاجات دي كلها والرسومات كمان من خلال أرقام يكتبوا واحد واثنين وتلاتة وفي الآخر يروحوا مكمل رسمة جايطلع فيه ليطلع أرضا طيب في حساب باسم شمس النهار بيقول صباح الفل عليك وسوشال ميديا زيها زي أي حاجة في الدنيا لها إيجابيات وسلبيات بس بصراحة معاي شخصيا نفعتني جدا فيها جروبات نفعة كتير وبحس الناس فيها أهل واحنا بإيدينا نقدر نستفيد منها الاستفادة القصوى من رأيي أنها الرابط كل حاجة لنا أنا بس مش بيجبني فيها إثارة الفتن ونشر الطاقة السلبية وهنا بنصح من مكانكم المميز والمؤثر إن كل واحد عنده ضمير تقف عنده البوستات الهدامة سواء بقى كانت جرائم أو تشهير أو استخفاف لأن ده لو حصل هتفرق معنا كتير فيه ناس ده أكل عيشها يعني فيه ناس عيشة على ده نتمنى أنه الناس تفوق شوية من حاجة زي دي وأنه ما يبقاش يعني نشر النميمة والكلام والفضايح والإشعاد دي مش حاجة حلوة خالص على كل حال ده كان سؤالنا الموجودة على صفحيتنا على فيسبوك إزاي السوشيال ميديا أثرت شخصيتك أو هل السوشيال ميديا أثرت شخصيتك وإزاي مستنين بقيت إجابتكم اللي هنستعرضها في خلال الحلقة النهاردة لكن دلوقتي نروح لفصل سريع ونرجع من بعد ونكمل بقيت فقاراتنا خليكم معنا